قدم البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريارك الكرازة المرقصية التعزية لأهالي ضحايا الحادث الذي وقع بكنيسة أبي سيفين بالجيزة مشيرا إلى برقية الرئيس السيسي قائلا إنها كانت طيبة ومبكرة جدا كما أشهد البابا توادروس في الوقت ذاته بما تواصلت إليه التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بالاشتراك مع وزارة الداخلية بشأن حادث كنيسة المينيا الجديدة قائلا إن الحادثة أظهر تكاتف المصريين ومعدنهم الأصيلة نشكر الله على كل الذين ساهموا في احتواء هذه الأزمة من الأجهزة المعنية في الدولة والمسؤولين والشعب والجران وزهرت معدن الشعب المصري الأصيل في كل المساهمات التي تمت من أجل أو فيها خلال هذه الأزمة الشديدة نشكر كل معونة وكل مساندة قدمت وقت الأزمة لكي ما يخف وقعها طبعا تقدم العديد بالعزاء في هؤلاء الذين انتقلوا إلى السماء برقية طيبة وكانت مبكرة جدا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبوني ومن السيد النائب العام المستشار حماد الصاوي وأيضا من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب كافة الوزراء والسفراء والمسؤولين في جهات أخرى كثيرة جدا داخل مصر وخارج مصر وأيضا بعض من قادة الكنائس في منطقة الشرق الأوسط وخارجها أيضا اشتركوا في القناة